ما حكم ربط الطفل الشقي في البيت؟ لا يكون البيت سجن له ولا حبس له يعوض بألعاب يعوض ببرنامج معين وشيء من هذا القبيل أما إذا قصدت ربط الطفل الشقي تكبيل يديه بحبل أو بأي شيء هذا محرم ولا يجوز وهذا يتنافى مع التربية الصحيحة التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز ربط الطفل بحبل أو بأي شيء من الأشياء ولا يجوز حبسه في غرفة مظلمة أو في غرفة مضيئة أو تحت الدرج أو شيء هذا كله محرم وما يمارسه بعض الناس هذا يتنافى مع ما جاء به دين الإسلام من الرحمة بالأطفال وتحمل شقاوة الأطفال وتحمل أذية الأطفال الأطفال كان يؤتى بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبولون في ثوبه وما ينزعد صلى الله عليه وسلم كان يلعبون على كتفي في الصلاة كان يحملهم في الصلاة فلذلك التربية الصحيحة إذا وجد طفل شقي في البيت ما يجوز أن يعامل بمثل هذه القسوة والغلظة ويربط بحبل أو بشيء هذا غلط ومحرم في الشريعة أما والله إذا كان المعنى حبسه في البيت يعني إغلاق الباب ولكن البيت في أطفال في أهل موجودين ويعوض هذا ما في بأس يعني كثير من الناس يخافون على أولادهم من الخروج خشة الصدم خشة يعني يلقون بأنفسهم في أمور قد يعني يكون فيها حتفهم مثلا هذا لا بأس يعني هذا نوع من أنواع المحافظة على الأطفال